مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لا فيك كيفما تعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحديثة جديدة ومتنوعة اليوم بيش نحكيه على تسريحات حزب التيار الشعبي اللي يدعو إلى إنهاء المنظومة الحالية وإسقاط المنظومة نهائيا حيث دعى التيار الشعبي القوى الوطنية إلى تعبئة الشعب لتحقيق هدف سيئسي وضح وهو إنهاء المنظومة الحالية بقيادة حركة النهضة وفرض حكومة وطنية انتقالية تنفذ خطة اقتصادية واجتماعية قصيرة الآمد لإنقاذ البلاد من الإفلاسة والوساية معتبرا أن الحل بيد الشعب التونسي بالمنجده الحل في يد الشعب التونسي فقط وأكد التيار الشعبي في بيانة له الأثنين أن الزيادات الأخيرة في الأسعار والشروع في رفع الدعم والتهديد بتقليص الأجورة وتسريح الموظفين والعمال كلها نتيجة حتمية لسيطرة النهجة النيو لبيرالي المتوحش بالكامل على البلاد مبينا أن انهيار الوضع الاقتصادي ليس إلا نتيجة حتمية لحكم جماعة وظيفية باعة البلاد لشبكات المصالح ومافيا الكنترا في داخل ولدوائر الهيمنة في الخارج مقابل الاستمرار في الحكم غير عبيئة بالمخاطر المحدقة بالبلاد وأمنها القومية واستقرارها الاجتماعي بحسب تعبيري وحذراء الحزب من أن خيار ترك الأوضاع لمزيد التعافة لا يختلف عن محاولة المنظومة ورعاياها في الخارج من إعادة انتاج نفسها تحت مسمية الحوار والتوافق معتبرا أن كلا الخيارين بمثابة إدامة للأزمة وتهديد الشامل للاستقرار البلاد وفي قناة السلبين اللي يكتبوه ما تنسيوا شلاعيك واشتراك وتفعيل الجرس ونقلكم باي باي